أصحاب المعالي والسعادة أيها المفادون الكرام مرحبا بكم في المؤتمر الثامن عشر السنوي لمنتدى إدارة الإنت اسمي ريبيكا نسمار وأنا سوف أؤسر مجريات افتتاح هذا الاجتماع الثامن عشر قبل الابتداء سوف نعرض عليكم مسرحية كابوكي وهي مسرحية تأتي من الفولكلور الياباني القديم وهذه المسرحية تعد صيغة مفاهيم التقليد في تثبيت الأسدين لناكوتوسا كابوكي وهو فان سنسوي الإعلامي أداء جديد وغير أعادي ظهر في كيوتو في بداية فترة أيدو وفي هذا العمل المسرحي الجديد ظهر روح الأسد البطولية في المشهد الذروة لرينجيشي إحدى تحف كابوكي والمشهد الذي سيتم فيه الأسد زهرة أو يشم فيه الأسد زهرة ثم يقوم بحركات عنيفة تعرف بالجنون تحف كابوكي تحف كابوكي تحف كابوكي المترجم للقناة موسيقى 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 الآن رحب معي بسيد ليت هو وكيل الأمينة العام للأمم المتحدة وصاحب المعايلي السيد كيشيدا وميو رئيس وزراء اليابان للمنصة رحب معي بسيد لي وبصاحب المعايلي دولة رئيس الوزراء الياباني السيد كيشيدا أياتها سيدات أيها سادة أشكركم جزيل الشكر على التحق بنا اليوم في هذا المؤتمر 18 سنوي لمنتدى إدارة الإنترنت المنظمة من طرف الأمم المتحدة والمحتضان من طرف وزارة أشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أبدأ حفلة الإفتتاح ونرحب بداية بسيد أنتونيو جوتيريس الأمينة العام للأمم المتحدة على الشاشة وسوف يقدم لنا السيد جوتيريس السيد لينجوا وكيل الأمينة العام للأمم المتحدة ونرجوك أن تلتحق بنا على المنصة أسعد الله صباحكم دولة رئيس الوزراء السيد كيشيدا رئيس وزراء اليابان أصحاب المعالي والسعادة أيها المشاركون الكرام يسرني ويشرفني تقديم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيريس والذي سيدلي أمامكم بهذا الخطاب المصور أصحاب السعادة السيدات وأسادة يسعدنا أن أحييكم في منتدى حكمة الإنترنت وأنتم مجتمعون في مدينة كتو أسمحوا لي بداية بتوجيه الشكر لكم على جهدكم القيمة التي تجمعون من خلالها بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني من أجل مهمة الأساسية التي تجمعنا وهي المتمثلة في النهوض والانفتاح والأمان والعالمية في الإنترنت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن أثبت هذا التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين أنه مثمر بشكل ملحوظ ومرن بشكل ملحوظ في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة والأزمات المتكاثرة والانقصامات الأخذة في الاتساء عملكم الآن أكثر أهمية من أي وقت مدى نحن بحاجة إلى الاستمرار في تسخير التقنيات الرقمية التي تتيحها الإنترنت المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المسادمة واتخاذ إجراءات مناخية وبناء عالم أفضل أنا أرى ثلاث مجالات للعمل أولها يجب أن نعمل معا لسد فجوة الاتصال وجلب الملارين وستمائة مليون من الأشخاص المتبقين في الاتصال بالإنترنت إلى الإنترنت ولسيما النساء والفتيات في هذه البلدان النامية ثانيا يجب أن نعمل معا لسد فجوة الحوكمة بما في ذلك من خلال رفع ومواءمة عمل منتدى إدارة الإنترنت والهيئة الرقمية الأخرى عبر النظام الإنترنت ومبعده ثالثا وبشكل أساسي نحن بحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والنهج الذي يركز على الإنسان التعاون الرقمي ومن الضروري أن تظل شبكة الإنترنت مما في ذلك البنية التحتية المادية التي تدعمها أن تبقى مفتوحة وآمنة ومتاحة للجميع هذا يعني أن مؤسسات أصحاب المصلحة المتعددين راسخة على الإنترنت تحتاج إلى مزيد من الدعم وليس أقل من الدعم وتهدف لجنة القيادة التي أنشأها منتدى حكمة الإنترنت إلى توفير التوجيه الاستراتيجي ودعم التمويل المستقر وتضخيم تأثير عملنا المهم وللمساعدة في تعزيز البحث عن حلول ملموسة للحوكمة نقوم بتعيين مجلس استشاري رفع المستوى معني بالذكاء الصناعي والذي سيقدم توصية أولية بحلول نهاية هذه السنة أما العهد الرقمي العالمي مقترح اعتماده في قمة المستقبلية في عام 2014 فهو يهدف إلى وضع مبادئ والأهداف والإجراءات لتأمين مستقبل الرقمي محوره الإنسان ويجب على الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن يجتمعوا بانتظام لضمان متابعة التزامات المكرسة في الاتفاق ولا يمكننا تحمل تراجع آخر وإن عزال في صوابعنا المنعزلة يجب أن نعمل على منع ظهور فجوات في التقنية الرقمية الجديدة وتجنب الازدواجية ومعالجة المخاطر الناشئة بفعالية أتطلعوا لاجتماعكم هذا في كيوتو لتقديم مدخلات حاسمة للنهض بجهودنا الجماعية معا سنتمكن تحقيق الطموح المرجو في فريق المنتدى الخاص بكم وفي بناء الإنترنت نريد تمكين ذلك من أجل جميع الناس وشكرا شكرا السيد الأمين العام دعوني أشكر حكومة اليابان أصرط الأمين العام على احتضاننا أصحاب السعادة أيها المفادون الكرام كما ذكرنا بذلك السيد الأمين العام إن التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في تحقيق مخاطط 2030 للتنمية المستدامة موجودة في ما ينتظر من واجبات الإنترنت يفرض علينا أن نجد طريقا لحل هذه التعقيدات وبناء مستقبل فيه صمود حقيقي وهذا يتطلب مننا سياسة مسؤولة تمكننا من جني فوائد التكنولوجيات الرقمية وفي نفس الوقت تخفيف من مخاطرها إن منتدى إدارة الإنترنت من شأنه أن يرد على هذه الواجبات من خلال الدور الجمعي الأمم المتحدة من أجل تيسير عمل جميع مجموعة أصحاب المصلحة وعلى منتدانا أن يعزز دوره بصفته المنتدى السياسات العالمي في الإنترنت وإيجاد أوجه التقارب والإجماع في الأراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالطبع نحن نريد أن يكون باب التركيز في هذا المنتدى هو العنصر البشري السيدات وأسادة قبل 18 سنة في 2005 أعطي تفويض لمنتدانا من القمة العالمية المجتمعي المعلومات فسوعة 25 جميع الأمم المتحدة ستقوم باستعراض تفويضنا هذا والدول الأعضاء في الأمم المتحدة سوف تعود على جميع تأثيرات المنتدى ومساهماتي في المستقبل ونحن نأخذ هذا في الأعتبار فإن أدعوكم لأن نظر في ثلاث أسئلة مطروحة خلال منتدانا لهذه السنة أولها هل المنتدى المنتدى قد وفت بالغرض المطلوب منها ثانياً هل يمكن للإنترنت أن يدعم بشكل أفضل تحقيق أهداف تنمية مسدامة؟ وثالثاً كيف يمكن للمنتدانا أن يدعم إنجاز الرقمي العالمي في المستقبل؟ إن هذا المنتدى يهدف لتمكين جميع الدول من تنفيذ سياسة أفضل لدعم إنترنت أكثر فتاحاً اجتمالياً وآمناً لجميع الناس واجبنا هو أن يؤدي الإنترنت ما هو منتظر منه في تحقيق هذا الهدف ونحن نتعشى متعاون الفعلية من جميع أصحاب شأني برمتهم ونحتاج إلى مزيد من الابتكار الرقمي في تسريع تنفيذ أهداف تنمية المستدامة ورأب الفجوة الرقمية لنعمل معنا من أجل اتخاذ نهج اجتمالي المتعدد أصحاب الشأن وخلق إنترنت مثل ما نطمح إليه فشكراً لكم شكراً لك صاحب السعادة أعطي الكلمة الآن لدولة الرئيس رئيس وزراء اليابان سيد كيشيدا ميول لتقديم كلمته الافتتاحية صاحب المعالي دولة رئيس الوزراء تفضل إلى المنصة أنا فوميو كشيدا رئيس وزراء اليابان أسعد الله صبيحتكم ومرحباً بكم في اليابان أولاً ذي بدءاً أود أن أعبر عن احترامي لكم أجمعين وجمعوات الحاضرين معنا هنا والذين يشاهدوننا على الإنترنت على مناقشاتكم الجارية حول كيفية جعل الإنترنت مكاناً أفضل كما أشكركم على جهودكم المستميتة لتحقيق ذلك فاحترامي واصل لكم أجمعين إن الفلسفة الأساسية التي تنبني عليها أو ينبني عليها منتدى إدارة الإنترنت يؤكد على أن تكون العملية مفتوحة وديمقراطية واجتمالية وهي تتماشى مع القيام الأساسية المعمول بها في بلدي إننا سعداء للغاية باستضافة المؤتمر لأول مرة كدولة مضيفة لمنتدى إدارة الإنترنت وقمته السنوية إن التكنولوجيات الرقمية مثل الإنترنت تمثل محرك النشاط الاقتصادي وتمثل محرك النمو بالنسبة للناس أجمعين في شتى أنحاء العالم إن الإنترنت هو وسيلة حرة ومتنوعة لحرية التعبير والتي تمكن مرور المعلومات والخدمات والتي ترتقي ما فوق الفضاء والزمن الإنترنت ليس ضروريا فقط لحيواتنا اليومية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بل هو أساس لا يستغنى عنه للمجتمعات وفي المجتمعات الديمقراطية نحتاج إلى إنترنت حر وغير متبعثر وهو أساسي لمجتمعاتنا وللتنمية والصحة والأمن وكذلك من أجل تنمية المستمرة للعنصر البشرية على هذا الكوكب ومن ناحية أخرى حقيقي أيضا أن نقول إن الأنترنت قد تسبب في زيادة وانتشار معلومات غير قانونية وضارة بما في ذلك المعلومات المغلطة والكاذبة والتضليلية والهجمات السبرانية والجرائم السبرانية لا يمكننا أن نقضي الطرف على هذا العدد الهائل من التحديات وأنني على ثقة من أنه يمكن أن نعظم مزايا وفايد الإنترنت وفي نفس الوقت يمكننا أن نقلل ونخفف من مخاطره وذلك من خلال الجمع بين مشاركين من شتى أنحاء العالم من ذوي الرؤى المختلفة لتقاسم حكمتهم في إطار نهج نسميه النهج متعدد أصحاب الشأن وإنني لأؤمن إن الموضوع العام الذي نجتمع حوله في اجتماعنا هذه السنة ألا وهو الإنترنت الذي نريده هذا الموضوع لتمكين جميع الناس هو تعبير عن تصميمنا القوي لتحقيق الإنترنت اجتمالي لا يترك أحدا خلف الركب إنترنت يمهد الطريق لمستقبل مستدام للبشرية جماعة وبصفتنا الدولة المضيفة فإن حكومة اليابان تؤمن بأنه من مسؤوليتنا الهامة أن نساهم في هذا النقاش وإننا لنؤمن بأن الإنترنت يجب أن يظل مفتوحا وحرا وعالميا وقابلا للتشغيل المتبادل وآمنا وموثوقا إن أردنا أن نعزز التدولة الحرة للبيانات بالثقة الـ DFFT وإن أردنا أن نستمر في المساهمة في التنمية البشرية إن بلدنا لا زال ملتزما بإدارة الإنترنت من خلال نهج تعددية أصحاب المصلحة وأخيرا وليس آخرا إن مدينتنا المضيفة مدينة كيوتو البديعة هي مدينة ذات تاريخ وتقاليد غنية ولذا فإنني آمل وأنتم منهمكون في نقاشتكم حول مستقبل الإنترنت أن تستطيعوا التعرف على المشاركين الآخرين وأن تستمتعوا أيضا بثقافة هذه المدينة ومطبخها وكرمها وأتمنى أن تجدوا في اجتماعنا هذا في كيوتو المغزى المتوخى من المجتمع الدولي وبهذا أختم كلمتي الافتتاحية وشكرا لكم تصفيقات حارة مجددا للمتحدثين شكرا لك دولة رئيس الوزراء شكرا لكم